تكلم بلغة بسيطة وسهلة في شبكة الألوكة حول هذه المسال طيب متى تختص المحاكم السعودية بالقضايا الدولية التي ذكرتها أو التي تلامس الناس بشكل مبسط متى تختص المحاكم السعودية بنظرها إذا كنا نتكلم عن شيء تجاري فأنا اشتريت من متجر في السعودية هنا المحاكم السعودية مختصة حتى لو كان المتجر ملك لمستثمر أجنبي طيب مثلا فيه متاجر مثلا مذر كير على سبيل المثال هو مركزها الرئيسي ليس في السعودية ومن دولة أجنبية لكن له فرح هنا أنا صارت لي مشكلة مع هذا الفرع في البضاعة هل أنا أذهب إلى المركز الرئيسي وأرفع عليه قضية وأرفعها في السعودية ضد هذا الفرع ضد هذا الفرع حتى ولو كان أصلها أجنبي هذا مثلا رقم واحد جميل رقم اثنين طبعا هذا حتى في نظام مرافعات أرسل مثل هذا المبدأ قال الفرع الذي أنت تعامل معه أو بالخيار أنه كان ترفعها على مركز الرئيسي فالمسألة فيها خيار سواء له وكيل هنا أو أنه المتجر نفسه أصبح مستثمر أجنبي هنا صحيح نعم وهنا نقطة مهمة جميل إذا أنا أشتري من الفرع الذي هنا أستطيع أن أرفع في المحاكم السعودية إذا أنا اشتريت من فرع خارج السعودية أو من المركز الرئيسي الذي هو خارج السعودية لا أستطيع أن أرفع القضية في السعودية لأن لها فرع في السعودية لا بس ما هو هذا الفرع الذي أنت اشتريت منه فهذه نقطة يمكن مهم أننا ندركها فالفرع تعاملت معه أرفعه في السعودية إذا هو الفرع في السعودية مثلا بعض المتاجر يقول مدام عندي تلقى وقت الشراء خارج السعودية تقول له مثلا أنه فيه عندنا متاجر هناك في السعودية بنفس المسمى ولكم وكيل فيقول الوكيل هذاك مثلا مختص بضمان وأنه الضمان دولي مثلا سؤال جدا مهم أنا اشتريت بضاعة من نظارة مثلا وقال أنه وكيلكم في السعودية يضمنها أو لو حصل عليها مشاكل ممكن لك أن تروح الفرعنا في السعودية أنا رحت الفرع اللي في السعودية وقلت له هذا الضمان قال هذا الضمان ما يخص الفرع اللي عندي يخص الفرع اللي خارج السعودية اللي موجود مثلا في باريس على سبيل المثال طيب بس هو قال الضمان يشمل حتى فرعكم والله أنا في الأخير تراني أنا وكيل وعقدي طبعا أن تعرف أستاذ ماجد الوكيل فيه عقد بينه وبين الموكل يقول والله العقد اللي بينه وبين الموكل أني أنا ما أتحمل الضمان والبضائع اللي هو يبيعها للناس و هذا عقد بينه وبينه طيب أنا برفع عليكم قضير و فاتح على الفرع يستطيع هذا الفرع أنه يدفع بعدم الصفة لأن ما هو أنا الفرع اللي تعاملت معه و الأمر الثاني عقدي مع الموكل ليس من ضمنه أني أنا أتحمل المشاكل اللي تصير منه و بالتالي هنا المحاكم السعودية ليس لها اختصت جميل لكن كيف أعرف أنا إذا كنت مثلا في خارج السعودية في أي بلد ما و قال لي صاحب المتجر أنه المتجر عندكم في السعودية يضمن و أن الضمان ضمان دولي و أن الماركة هذه أو العلامة التجارية هذه ضمانها في أي مكان تروح و ما عندك مشكلة و هذا قانون بيننا لكن أنا ما أعرف أنا كعميل بسيطة بأخذ لي قطعة قطعتين و بمشي ما أطلع على العقود اللي بينهم و الأشياء هذه هو قال لي الشيء هذا فكيف أضمن حقي أو كيف أعرف تعرف بالطريقين نفس الضمان و صيغة الضمان ما هو مكتوب في الضمان و من خلاله تعرف هل هو مكتوب في الضمان جميع فروعة في جميع دول العالم فإذا هي موجودة فأنت عرفت إذا هي ما هي موجودة و الصيغة الموجودة في الضمان لا ترشدك إلى هل يتحمل فرع في السعودية أو لا فالطريق الثاني و هو أصعب أنك أنت عن طريق شخص تعرف في السعودية ممكن أنه يتواصل مع الفرع و يتثبت و يتأكد هل في عقده مع الموكل أن هذا الفرع يتحمل و يتحمل الضمان و يتحمل ضمان هذه البضاعة أو لا هذه تقريبا الطريقتين اللي يمكن أن تتعرف من خلالها على هذه المسألة طيب سؤال